لكلمة زوجة عم تفكر بالانفصال كنت دايما حس حالي انه انا بستاهل احسب من هيك بكتير ما بعرف ليش كانت هاي الفكرة راسخة ببالي مع انه للصدق والامانة زوجي كان انسان كتير محترم وقلت لكم ماضياته منيحة ومو مؤثر علي بشي يعني وقت اطلب شي حتى اذا بهذا الوقت ما بيقدر كاني قللي شوي فترة بسيطة جايني مصاري وبعملك اللي بدك يا رحت واجيت وعملت اللي بدي يا بس كنت دايما عندي لانا انه انا بيصحلي احسن انا بقدر اعمل انا بقدر ساوي وقف له على الكلمة يعني انا متعودة عند اهلي انه انا لما بيحكي شغلي نفزولي اياها ومشيت على هذا المبدأ عنده يقل لي انتي ليش عاملت لي فيها مثل الند لقلي ليش لما بيحكي شغلي يعني ما لازم انا كلامي يمشي ولازم كلامك انتي يمشي انتبهوا كتير منيح لهذا التفصيل لانه ما في زلمة بالعالم بيحب انه المرة توقف له على الكلمة وتعامله معاملة الند انا كنت هيك اعمال مع الاسف بعدين لحت اكتشفت اخطائي لانه بوقتها كنت شايفي حالي ومو مصدقة قل له انا هيك عجبك عجبك ما عجبك تصطفي مع انه كان كتير يسايرني هو شخص كتير رايق وهادي ومحترم كان يمرق لي كتير اخطاء انا هون كلمالي مثل ما بيقوله كبر رازي بعدين قلت له انا بدي اشتغل قل لي ايه شو عليه اصلا انتي ما تخرجتي لتعدي بالبيت اشتغلي اصلا بتعبي وقتك وخصوصا ان احنا كنا مقاجلين موضوع الاطفال يعني اشتغلت بس طليت انه انا لسه بستاهل احسن من هيك شو هالفكرة هيلي كانت راكبة براسي ما عم بعرف يا جماعة عبطالع والنازل صرت اعمل مشاكل ما كنت اعرف ليش ممكن انه من الفراغ او شي وكنت خايفة كتير قصة انه انا جيبولات ليش لانه ما بدي ارتبط وتحمل مسئولية بس لما طلعت حامل ورب العالمين اكرمني كتير مبسطت خصوصا لما جبت بنوتة مثل الامر كتير صابني اكتئاب مع بعض الولادة صرت حس حالي انه انا وزوجي انه ما لي طيقته وانه وياه ما عم منتفق بشي كان هو يقلي صدقيني انتي اللي عم تعملي مشاكل وكتير شغلات بتوقفي عنده وهي مالة طعمة والحياة تفاهم بين الاثنين ما تجي بالمعاندة ليش هيك انتي عم تعانديني على كل شغلة مع الاسف صارت تزيد معي هاي القصة وكنت قوله انه انا بقدر عيش حياتي لحالي وكنت شايفة حالي ووضع اهلي المادين مرتاح وانه انا حتى اذا انفصلت اصلا بشتغل وبصرف على حالي ومناقصني شي طورت المشاكل بيناتنا ووصلت لطريق مزدود وانفصلنا هون عن جد انا بعترف اني كتير اندمت اندمت لاني خسرت انسان ما في مثله يعني بتمنى لكل صبية الله يبعط نصيبة مثل ما بعط لي كتير كان منيح معي حنون وكريم وطيب وما في مثله بس انا ليش عملت هيك لحتى خسرته يعني سبحان الله غيري في عندهم متزوجين بيبقوا بيبقى زوجه عم يضربه ويقتله وبتلاقيه صابرة ومتحملة انا لأ بلعكة صار فيني ضل يتكبر راس لحتى خسرت هالزلمة اندمت كتير وزعلت واهلي لما رجعت لعندهم سبحان الله ما عادت معاملتهم لقلي متل لما كنت منت بيحبوني وكل شي بس انا هون صرت متزوجة وصرت ام مسؤولة عن طفلة طبعا انا اخدت بنتي هو ما قبل بس قلت له البنت بحاجة لرعاية لساتة صغيرة كتير طيب وحنون معها وما بيخليها ناقصة شي ابدا يا جماعة انا بدي انصح كل وحدة متزوجة عم تفكر بالانفصال اياكي اياكي تخسري انسان هو شريك حياتك وكتير منيح معك لما بيكون حنون لما بيكون كريم اياكي انك انت توقفله على الوحدة لانه انا عن جد عملت واندمت ولو ما كنت حاسة بالندم وحابة كتير انصح غيري ما كنت حكيت قصتي لانه انتي بتفكري انه الحياة بس انك تروحي وتجي لا الحياة فيها كتير مسؤوليات وانتي ما رح تقدري تتحمليها لحالك حتى لو انتي كنتي عايشة مرتاحة ماديا هيك سبحان الله كل وحدة فينا بيحاجة للشي كحياتي يكون جنبها يساندها ويواسيها كتير اوقات انتي بتحسي حالك بس بحاجة للشخص يدعمك معنويا مو ماديا انا هذا وضعي وهذا الشي اللي حاسة فيه وبنصح كل وحدة عم تفكر بالانفصال تلغي هاي الفكرة من بالها وتشوف الايجابيات قبل السلبيات هاي كانت قصة سيدة كانت متزوجة وانفصلت مع الاسف لو اتلتقي فيكم بحلقات جديدة بتمنى لكم عمقات سعيدة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر